تحياتي يا أصدقائي عشرة أيام على بدء المحفل الكروي الأكبر في قارة آسيا وطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر مباراة الفتاح 12 هذا الشهر قبل الخوض بتفاصيل هذه البطولة وأيضاً المجموعات وأخبار المنتخبات وأخبار المنتخبات اللي بتخص مجموعتنا بالتحديد بهذا الفيديو رح أحكي تاريخ هذه البطولة وأيضاً تاريخ منتخب سوريا المشارك بهذه البطولة للمرة السابعة كان فيه له 6 مشاركات سابقة سأحكي بالتفاصيل لكن إذا عم تحضرني حالياً وما أنك عمل اشتراك أعمل اشتراك واضغط زر اللايك وتعليقكم كثير مهم أصدقائي فيما يتعلق بهذه البطولة الأساوية كأس آسيا هي البطولة الأهم بهذه القارة قارة آسيا للمنتخبات هذه البطولة اللي تم إنشاء أول بطولة عام 1956 في هونغ كونغ طبعاً تاريخ البطولة كان حافل بالمنافسة الكبيرة بين عدة منتخبات بين اليابان والسعودية وإيران وبالتالي يعني التاريخ ينصب للمنتخبات اللي ذكرتها طبعاً الأكثر تتوجاً بهذه البطولة هو منتخب اليابان بأربع مرات بينما منتخب قطر هو آخر من توجه في هذا اللقب بنسخة 2019 بعد فوزه على منتخب الساموراي مثل ما ما تشوفوا أصدقائي منتخب اليابان أحرز اللقب أربع مرات 92-2004-2011 منتخب السعودية تلت مرات 1984-1996 إيران تلت مرات 1968-1972-1972 وكوريا جنوبية مرتين 56-60 الكويت مرة واحدة عام 1980 استراليا عام 2015 2019 والعراق 2007 وقطر 2019 طبعاً حبايب القلب هي كانت شوي هيك لمحة تاريخية عن البطولة ما حكنا كثير تفاصيل لكن مهم نعرف نحن هاي المنتخبات اللي دائماً هي رقم واحد بقارة آسيا حالياً بالأجواء الحالية الموجودة في البطولة طبعاً منتخب اليابان في طابق آخر وهو بعيد كل البعد عن المنتخبات الثانية الموجودة في هاي البطولة وبالتالي يعني هو المرشح الأبرز اللقب بإحراز لقبه الخامس لينفرد أيضاً بسبارة الأكثر تتويجاً بهاي البطولة هلأ ما نجي يا حبايب القلب على منتخب سوريا منتخبنا الوطني اللي ما تزفي دائماً منتخب سوريا رح يشارك للمرة السابعة ببطولة كأس آسيا شارك ست مرات سابقاً لم يتأهل ولا مرة للدور الثاني منتخب سوريا في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس آسيا لم يتجاوز الدور الأول ويتأهل للدور الثاني وبالتالي عندما نتحدث عن تاريخ منتخب سوريا ربما في كأس آسيا وتصفيات كأس العالم فهو تاريخ فقير عملياً قلب المشاركة الأولى للمنتخب سوريا كانت في الكويت عام 1950 جينا بمجموعة أولى كان فيها إيران كوريا الشمالية والصين وبن قلاديش طبعاً لعبنا أربع مباريات فزنا مبارتين وتعادلنا مبارات وخسرنا مبارات شوفوا يعني كانت مجموعة كثير صعبة وكان فيها خمس فرق كانت الأمور كثير صعبة لكن يعني احتلنا المركز الثالث بخمس نقاط وهذه المشاركة لم تكن مشاركة سيئة يعني نحن نشوف بهاي البطولة عام 1980 بالكويت كان منتخبنا قريب إلى تأهل إلى الأدوار المقبلة في سنجافور عام 1984 بالمجموعة الأولى منتخبنا احتل المركز الرابع قبل الأخير طبعاً بكل مجموعة كان في خمسة منتخبات السعودية احتلت الصدارة بست نقاط بعد الكويت خمس نقاط ثم قطر أربع نقاط وسوريا قطت نقاط وشوفوا كوريا الجنوبية وين كانت نقاط 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 يعني هلأ كوريا جنوبية من أبرز المرشحين لإحراز اللقاط بقطر عام 1988 أيضاً مجموعتنا فيها كان خمس منتخبات السعودية بصدارة ست نقاط الصين خمس نقاط سوريا أربع نقاط الكويت ثلاث نقاط والبحرين نقاط ونحن نشوفوا دائماً كنا نتفوق يعني متفوقين على دول الخليج بتلك الفترة بالثمانينات شوفوا التراجع بكرة القدم وين صار يعني للأسف يعني بعام 1996 بالإمارات العربية المتحدة منتخبنا يعني هاي أول مرة بشارك ببطولة آسيا بمجموعة بتضم أربعة منتخبات احتل المنتخب الياباني صدارة بتسع نقاط شوف دائماً حظنا نحن واليابان يعني يا سعودية يا اليابان يا إيران يعني دائماً حظوظنا مع المنتخبات القوية لأنه هي دائماً يجي تصليفة أول بهذه البطولة منتخب اليابان بصدارة تسع نقاط الصين ثلاث نقاط سوريا ثلاث نقاط وأوز باكستان ثلاث نقاط بالنسبة لقطر 2011 وطبعاً هاي البطولة اللي كانت كثير صعبة لمنتخب سوريا جينا فيها بمجموعة حديدية اليابان تصدرت مجموعة سبع نقاط الأردن سبع نقاط سوريا ثلاث نقاط وشوفوا السعودية صفر من النقاط السعودية اللي هزمت أرجنتين بكاس العالم يعني بشوف أنت بشرحنا التاريخي أصدقائي عن بطول كاس آسيا عم نشوف تطور المنتخبات وللأسف نحنا يعني دائماً كنا عم ننافس لكن شوفوا هلأ أنتوا آخر مشاركة لمنتخب سوريا تخيل عزيزي المشاهد بالإمارات العربية المتحدة آخر مشاركة لمنتخب سوريا في الإمارات العربية المتحدة هي الأسوأ بوجود السومة والإخريبين وأحمد الصالح والعالمة ومشكلة شارة الكابتن أنذاك هي الأسوأ لمنتخب سوريا لأنه طبعاً منتخب سوريا أنهى البطولة بنقطة وحيدة فقط منتخب سوريا أنهى البطولة بنقطة وحيدة وشوفوا تاريخ المشاركات كلها منتخب سوريا لم ينهي البطولة ولا مرة بمشاركاته الخمسة قبل هاي السادسة 2019 وحالياً نحن جايناً على السابعة لم ينهي بنقطة وحيدة بـ 2019 كانت المشاركة الأسوأ لمنتخب سوريا أيضاً أصدقائي دائماً تاريخياً لما نحكي عن منتخب سوريا المهم دائماً نذكر هدافين منتخب سوريا بهذه البطولة لم يكن طبعاً ما في عنا هداف سجل 4 أو 5 أو 6 أو 7 على مدار البطولة لأنه نحن مشاركاتنا قليلة كانت في هذه البطولة نطبع ما نشوف سوية حبايب القلب طبعاً يعني بالنسبة لهدافين سوريا على مدار بطولة آسيا وليد أبو السل هدافين جمال كشك هدافين نادر جو خدار الله يرحمه أكيد هدافين وعد الرزاق الحسين البازوكا كما يلقبه عصام الشوالي أنا ذاك بهدفيها على السعودية هدافين طبعاً أصدقائي هاي اللمحة هيك كتير مهم نحكيها لأنه اللي ما بيعرف تاريخه ضروري كتير يعرف التاريخ أنه التاريخ مرتبط بالحاضر إذا بنحكي كيف كنا عملنافس خلال مشاركتنا الستة السابقة أسوأ مشاركة هي 2019 نحنا في خط الحداري شوف كوريا الجنوبية في إحدى البطولات كانت ترتيبة بمجموعتنا الأخير نحن لم ننهي ولا مرة المجموعة بمركز يعني معنا نقطة وحيدة دائماً كنا عملنافس معنا أربع نقاط معنا خمس نقاط معنا ثلاث نقاط عملنافس بقوة منتخبات آسيوية ببطولة آسيا القادمة فرصة تاريخية يا حبايب القلب لحتى نتأهل إلى الدور طبعاً الثاني لأول مرة بتاريخنا لأنه طبعاً هناك أول وتاني إضافة إلى أفضل أربع منتخبات تحت المركز الثالث وهي فرصة تاريخية جداً لمنتخب سوريا رح أحكي أكيد بالفيديوهات القادمة يومياً إن شاء الله سأكون معكم على أخبار وتفاصيل وكواليس سأحكي على المنتخبات الثانية نجوم الموجودين من المنتخبات الثانية لمنافسة لمنتخبات سوريا فيديو القادم سيكون توقعاتي لدور المجموعات في طولة آسيا أهم شيء يا أصدقائي لا تنسوني من دعمكم وتعليقاتكم باي باي اشتركوا في القناة